اشتركوا في القناة بين العبادة والتقاليد الاجتماعية يا السادة والسيدات نحن في شهر مبارك كريم وشهر الله المحرم الذي تفتتح به السنة القمرية السنة الهجرية وكل أيام هذا الشهر طيبة ولكن خص الله بالتعظيم أكثر اليوم العاشر منه المعروف عندنا بعشورة ومعروف بعشورة لأنه تيجي في النهار في النهار ديالعشرة من الشر وهو من أيام الله الخالدة والمعظمة وبالنسبة لأساسه قد نرجع بكم إلى ما بعد الهجرة حيث أنه عندما هجر رسول الله إلى المدينة المنورة وجد اليهود يعظمون هذا اليوم ويحتفلون به فسألهم نبي صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام ونحن نعظمه لذلك ونصومه فقال عليه السلام نحن أولى بموسى منكم فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه أول الصيام دياله ديك الساعة فرض لأنه مازل ما تفرض شهر رمضان المبارك وعندما فرض صيام رمضان صار عاشورة وسنة من شاء صامة ومن شاء طارك وكان من العلماء اللي وسع الدائرة وقال بي أنه مش فقط سيدنا موسى عليه السلام هو اللي انجلت على فهد في هذا اليوم ولكن كذلك نجى غيره من من الأنبياء من ضمنهم أبونا أدم عليه السلام حيث تاب الله عليه في هذا اليوم العاشر من المحرم ونجى فيه إبراهيم عليه السلام من النار فكانت بردا وسلاما عليه وكان ذلك في هذا اليوم وهكذا ويمكن لنا على حسب التاريخ نسميه هذا عاشورة الأول والدلالة ثم جاء عاشورة التاني لوقع في زمان بني أمية حيث أنه سيدنا الحسين حفيد النبي صلى الله عليه وسلم من معاوية الحاكم آنداك تطورت الأحداث إلى مقتله رضي الله عنه وذلك في كربلا في اليوم العاشري من المحرم وبعد هذا عاشورة التانية كما سمتها فقط مجازا أصبح الناس في الاحتفال بعاشورة ينقسمون إلى ثلاثة أقسم القسم الأول كأنه يفرح بمقتل حسين رضي الله عنه وهما المعرفين بالنواصب كأنهم ينصبون آل هاشمين العدى ويفرحون بهذا اليوم وهناك فريق يحزن ومنهم الروافد الشيعة الذين يزعمون وكذبوا أنهم يحزنون لمقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه وياتون بأفعال لا يرضيها الله سبحانه وتعالى وليست من الدين في شيء وهناك فريق وسط وهو الذي استمر على عاشورة الأولى فيصوم ويصوم البعض يوم عاشورة ويصوم أيضا يوم يوم تاسعة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إن عشت إلى قابل لا أصوم أن التاسعة ولكنه عليه السلام توفي في تلك السنة وإلى القناة الآن نظرة على ما يقع في مجتمعاتنا الإسلامية في يوم عاشورة سوف نلقى نماديج نماديج غريبة كل واحد مننا للأسف الشديد وعاشورة دياله كدير ويتمثل فيها جميع التواف التي تكرت لكم منذ قليل بل أكثر منها وبالتالي أنت أيها المسلم التي تقصد عبادة الله وهنا قد ندخل في قضية عاشورة بين العبادة والتقاليد الإجتماعية يعني يا أيها العبد الصالح يا أيها المؤمنة التقية اللي بغيتو تطيعوا الله وبغيتو تقتضيوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أشيء اللي مطلب منا في يوم عاشورة مطلب منا شيء أساسي واحد وهو السنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تتمثل في الصيام وما عدا ذلك مع النالح تشهد ليل اللي يمكن أنها تعمد علي في هذا المجال نبي صلى الله عليه وسلم كانت تيدو أسميته النهار لعيد دي العاشورة وخما ما نسميه عيد فهو يوم عاشورة يعني ما تيفرح ما تيتقلق تايص وتيستغفر الله وتيكل مكلة عادية وتيلبس لكش لقسم الله وأنية دياله أبلغوا أبلغوا من عمله وأنت هذا هو الطريق ديالك كمسلم وهذه الطريق ديالك أنت كمسلمة ولكن من اللي نمشيه مع العادات والتقاليد ما دم أنت يعني خرجتي على السنة اختار عاشورة اللي بغيتي من بين هاد الخليط الممزيان من الأمور وتيديرها الناس كمسلمة كان من هاللي مرتبط كما قلنا بالناس اللي تيفرحوا والعياذ بالله لمقتال حفيدي رسوله وسلم وريحانته في الجنة ومن هنا جاء البنادر والتعارج وتيدير الناس الحناء والكحل إلى غيرها من الأشياء إلى بغيتي ديال 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 اسميته الشيعة يعني لبس التياب السوداء لبس الكحل وكان اللي تيهز لموس واللعصاء يبدأ يضرب رسول هذا حتى هو دخل في يعني في هذا الإطار عندهم بل إنه أضيفة مآسي أخرى تتعلق بدك شلي تنشف أولدنا تيديرها إلى يومنا هذا كان الناس اللي تيشعل العفية وتيبدأ وينقزوها وكان اللي تي تضرب بالماء وبالقنابل وهذه المسألة اختلت فيها كما قلنا الأمور ديال النواصب وديال الروافض وديال المجلوس وحدث عن ما شئت من المفاسد التي لا علاقة لها بدين الله سبحانه وتعالى ولا احتب تقارير الاجتماعية الجميلة اللي تنعتز بها احنا احنا المغربة والذي يحز في النفس أننا نحن الآباء والأمهات ما فينا كما تيت قال لا ناهي ولا منتهي يديروا لولدك اللي يبغوا ما كانش اللي يقول لهم اللهم إن هذا منكر بل إنه الإنسان تيبقى فيه الحال من اللي تيل الوالدين حتى هما من خارطين في المصيبة جالسين فرحانين ولادهم تيتضربوا وهم جالسين تيتحقوا وربما تيصورهم وتعتز بذلك شي اللي تيديروا هدوك الناس ودي معشر السادة والسيدات أمور مسيئة وأشياء يجب أن نحاربها وأن نتبرأ منها وتزالت مشكلة أخرى بالنسبة لهذه السنة كما السنة الماضية أنه جات المناسبة دي العاشورة يعني في زمن الوباء والبلد دي لنا مريضة كما باقي بلاد الله نسأل الله السلام والعافية طلب الله تعالى يعفو علينا ويعافينا ويرفع هذا الوباء بما شاء وكيف شاء ولكن لا قدر الله اللي تنتقى أنه يقع يعني النهار الأربعة والخميس والجمعة أن الدراري يخرجوا الزناق ويديروا هذه المسائل اللي اتكرت لكم يتزحموا ما كانش الاحترازات ما كان اتخاذ أسباب الوقاية وينتشر المرض بنتهم ومليت خلال الديور يجيبوه معهم لوالدهم والناس لالسحارة خبرونا بأن الدراري فعلا ترشدهم كورونا ولكن ما تدل لهم ولو كرمهم الله تعالى وعطاهم مناعة قوية تزاوى بدل ما تضروا تينقلها الغير وإلى اتلقتهم يتخلطوا بالناس وينتشروا في الزناقي غد يجيب لهم الهدايا يجيبوا لكم الهدايا ديال الوباء ويدخلوا هالآباء ديالهم والخدهم والناس التي يتلقوا معهم وتزيد بلادنا لا قدر الله تمرض أكثر من هذا الواضح ولذلك أيها الأخو الكرام في الختام ونشهدكم الله سبحانه وتعالى أنه يجيب أن نتعقل وخصكون عندنا النصيب ديالنا من محاربة هذا الوباء أننا ننخرطوا مع الدولة ديالنا نديروا ذلك الشيء الذي يدينا عليه نحميه رسنا ونحميه ولدتنا إلى كل عائلة دار تهكى رأي الحمد لله المرض غادي غادي تحبس وغادي تحسن حالة ديالنا بين الله سبحانه وتعالى أسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يدينا سواء السبيل وصلى الله وسلم وبركة على سيدنا محمد وأله وصحبه أجمعين وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين